انا ببقى سعيد جدا لما بشوف الرهانات الخائبة بتاعة جماعة الاخوان واتبعهم يعني وانا مصمم جدا على انه فيه دايما اتبعهم لانه فيه ناس يمكن حضراتكو وانا وناس كل المجتمع يعني يعرف جيدا انه فيه ناس ما هماش اخوان ولا حاجة لكن الناس دي خدت بعضها وخدت قرار يبقوا يعني بيشتغلوا عند الاخوان يبقوا شوية موظفين عند الاخوان مقابل عائدات مادية ضخمة جدا ويبقى كل الكلام اللي بتقال اصلا احنا نريد ان نتحدث بحرية واي كلام فارغ لانه بمنتهى البساطة طيب مش هات عاوز تتكلم بحرية ما تيجي تكلمني شوية عن الاخوان وتفاهاتهم وبلويهم وما الى ذلك وكلمني شويتين على اللي عملوه الاخوان في مصر سواء اذا كان من ازمات اقتصادية او امنية او سياسية الاخير فبمنتهى البساطة ببقى مبسوط فعلا لما بلاقي الرهانات بتخيب في فترة كده الرهانات بتاعت الاخوان كانت بتلعب على مسألة حتى لما كنا بنتكلم مع السادة النائب محمد عبدالعزيز من كام يوم على موضوع الثلاثة وثلاثين اللي تم الافراج عنهم بالعفو الرئاسي وعن طريق لجنة العفو رهانات الاخوان على انه ولا هيبقى فيه عفو ولا حاجة فبقينا تقريبا حوالي 1500 تقريبا ده اللي خرجوا عن طريق هذه اللجنة ولا هيبقى فيه حوار وطني ولا حاجة فلقينا الحوار الوطني اتعملوا مجلس الأمنة واشتغلوا عليه وحضروله وبدأت جلسات الحوار الوطني ودلوقتي واحنا بنتكلم خلال الكام يوم اللي فاتوا بتواصل جلسات الحوار الوطني عملها وتحديدا الجلسات المتخصصة لإيه بقى لصياغة التوصيات والمقترحات الأخيرة يعني الحوار بيجري بيجري بيسبق الزمن زي ما بتقال مفيش حاجة لقدر الله لسبتة في مكانها ولا ما بتتحركش ولا ما فيهاش تقدم إلى آخره الكثير من المشاركين في الجلسات العامة الفعلية للحوار قدموا المقترحات بتاعتهم إن لم يكن الكل قدم مقترحات وبالفعل بدأت الجلسات المتخصصة تشتغل على الصياغات النهائية علشان تتعرض على مجلس الأمنة ومن مجلس الأمنة يتم رفعها لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي